أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات المراجعة لمادة اللغة العربية كنا في الحلقة السابقة بدأنا حديث عن مراجعة دروس الأدب وقلنا أن مراجعة دروس الأدب مهمة لسببين السبب الأولاني لأن أنا عندي سؤال في الورقة الامتحانية سؤال مستقل عن الأدب ولأن سؤال الأدب من الممكن أن يتم السؤال فيه من خلال سؤال النصوص لأن أنا عندي مجموعة من النصوص ممثلة للمدارس الأدبية الموجودة عندي في منهج هذا العام وكنت ابتدت الحديث عن مجال النصر وقلنا أن النصر في العصر الحديث حصل فيه نوع من التطوير المهم جداً زي شعر بالضبط وقلنا أن هذا التطوير كان ظهر في اتجاهين الاتجاه الأولاني خروج النصر عن الموضوعات التافهة إلى موضوعات مهمة مرتبطة بواقع المجتمع الذي يرغب فيه التطور كذلك تخلي النصر عن المحسنات البديعية المتكلفة التطوير ده كليه مجموعة من الرواد أموبي على رأسهم رفاق الطعطاوي الشيخ محمد عبدو عبدالله النديم مصافة لطف المنفلوطي وقلنا أو توقفنا عندي ذكر هذه النقطة قلنا أن التطور في النصر أن أسم إلى مدرستين عندي مدرسة اسمها مدرسة المعافظين ومدرسة اسمها مدرسة المجددين وحنبدأ من عندي كده النهاردة إن شاء الله والسؤال الأولاني عندي ما خصائص ممكن يجيس أن يقول لي ما خصائص مدرسة المحافظين ومن أهم روادها ما خصائص مدرسة المحافظين ومن أهم روادها مدرسة المحافظين خصائص المدرسة تناولت الموضوعات العربية والإسلامية والاجتماعية ومالت في عبارتها إلى جمال العبارة وجودة الصياغة والاكثار من المترادفات يبقى دي مجموعة من الخصاص اتسم بها كتاب هذه المدرسة لها مدرسة المحافظين طب من أهم روادها احنا أشرنا إلى بعض الأسماء منذ قليل وهنضيف إليهم الرافعي وعبد العزيز البشري يبقى أهم روادها أستاذ مصطفى صادق الرافعي وشيخ عبد العزيز البشري طيب السؤال اللي بيقتضي المقال دلوقتي ما خصائص مدرسة المجددين لأن أنا عندي مدرسة محافظين وعندي مدرسة مجددين ما خصائص مدرسة المجددين مدرسة المجددين خصائصها هي الاهتمام بالموضوعات السياسية والاجتماعية الموضوعات المتخدمة من المجتمع ومرتبطة بيه وبخاصة الموضوعات السياسية والاجتماعية الوضوح والدقة والترسل غلبت لاتجاه الفكري لأن معظمهم درس في الغرب أو اتصل به الأداب الغربية وكانوا يجيدون للغات الأجنبية كذلك الميل إلى السهولة والتحليل والتبسيط أهم روادها أحمد أمين طاها حسين العقاد توفيق الحكيم وكلها أسماء معلوفة ومعروفة لنا طيب بعد كده عرف المقال مبينا أنواعه إحنا هنا تكلمنا أننا هنتدى بقى ندخل إلى الجزئية المهمة لأنه المقال المقال نوع من أنواع النثر لأننا عندي النثر عندي القطابة وعندي الوصية وعندي المثل والرسالة إلى غير ذلك طيب المقال نوع من أنواع النثر طيب تعريفوا إيه المقال عبارة عن بحث قصير في الاجتماع أو السياسة أو الأدب بحث صوير في موضوعات الاجتماع السياسة الأدب وبينشر في صحيفة أو بينشر في مجلة أهم أنواعه عندي المقال بينقسم إلى نوعين إما أنه يبقى مقال قصير أو مقال طويل المقال القصير بنسميه الخاطرة أو أحيانا بنسميه العمود الصحفي يعني إنما بجيب جورنان كده هو دلوقتي بجيب إيه إن في أعمدة صحفية لكتاب معينين بيكتبوها أما المقال الطويل فبتبقى عدد صفحاته ما بين صفعتين وقد تصل إلى عشر صفحات وبيبقى له مقدمة وموضوع وخاتمة بيبقى أطول شوية وأكبر شوية من المقال القصير يبقى المقال من حيث العدد بتاعه يعني أنا أسمته إلى نوعين مقال طويل ومقال قصير والمقال القصير بيبقى عبارة عن خاطرة أو عمود صعفي المقال الطويل من صفحتين إلى عشر صفحات وبيتناول بيبقى له مقدمة يعني تمهيد للمقال وبعدين بتكلم في صلب الموضوع وخاتمة لهذا المقال سؤال بعد كده ما أهم خصائص المقال القصير ومن أهم كتابه ممكن يسألني ايه أهم خصائص المقال القصير ومين هم أهم كتابه عندي أهم خصائص المقال القصير أو أهم سمات المقار القصير انه بيتناول فكرة واحدة بيتناول فكرة واحدة فقط وعباراته سهلة لان طالما بيكتب كده يبقى هو اكيد بينشر فيه جريدة او بينشر فيه مجلة وبيخاطب يعني مدموعة معينة او مختلف انواع الثقافات يبقى انت محتاج انك توصل الى جميع القراء سواء كان اللي ثقافته قليلة او متوسط الثقافة او المثقف يبقى بالتالي لابد ان الاسلوب بتاعه يكون سهل وملائم لجميع الاذواق وليجميع الثقافات التركيز والتشويق واللغة بتبقى حية وسهلة من لغة المجتمع او مقاقوذة من لغة الناس ولازم الاسلوب يبقى واضح يبقى انا عندي خمس امور تناول فكرة واضحة سهولة العبارة التركيز والتشويق اللغة حية وسهلة وضوح الاسلوب بعد كده اهم كتاب المقال القصير طبعا كان عندي الأستاذ مصطفى امين وكان ليه مقال مشهور دي كلها عمضة صحفية كانت مشهورة جدا في وقتها أستاذ مصطفى امين فكرة صلاح منتصر كان ليه في عمود صحفي عنوانه مجرد رأي أستاذ انيس منصور عنوان عمود صحفي بعنوان مواقف يبقى دول كانوا اهم كتاب المقال القصير أو من اهم كتاب المقال القصير في العصر الحديث سؤال بعد كده ما سمات المقال الطويل طالما كلمنا عن المقال القصير وابد ان نتكلم عن المقال الطويل ومن هما برضو اهم كتابه المقال الطويل سماته تقريبا قريب من سمات المقال القصير العرض الشائق الإقناع والإمتاع سهولة اللغة ووضحها وإن الأفكار بتبقى مترابطة لأنه هو بيبقى من صبعتين لعشر صبعات وبالتالي أنا بممكنه عندي أكتر من فكرة وأكتر من موضوع بتناولهم في المقال الطويل أهم كتابه عندي أحمد أمين طاع حسين إبراهيم المزني محمد أسين هيكل دول أهم الكتاب أو برضو نقدر نقول من أهم كتاب المقال الطويل في العصر الحديث وممكن يسألنا على فكرة يقولي مثلا من أهم كتاب المقال الطويل في نقط ونقط ويطلب مني أن أحط اسم أو اسمين مثلا ممكن يقولي مثلا أكمل يعني ممكن يجيب لي اختيارات وممكن يقولي أكمل فبالتالي لازم أبعارف أسماء كتاب المقال الطويل أو أسماء كتاب المقال القصير بعد كده هو ما أقسام المقال من حيثه المضمون أنا عندي هأسم المقال من حيثه المضمون ومن حيثه الشكل ما أقسام المقال من حيثه المضمون أقسام المقال من حيثه المضمون مقال أدبي ومقال علمي ومقال علم المتأدب المقال الأدبي ده مقال بنائش فكرة أدبية بيتغلب عليه العواطف بتكسر فيه الصور الجمالية والخيالية والمعسنات البديعية المقال العلمي بيتناول موضوع علمي بتكسر فيه المصطلحات العلمية المقال العلمي المتأدب هو وسط بين هذا وبين ذاك يبقى أقسام المقال من حيث المضمون ثلاثة مقال أدبي مقال علمي مقال علمي متأدب تشترك المقالات جميعا في مجموعة من السمات الأسلوبية واضح ذلك يعني كل المقالات اللي احنا قلناها سواء كانت أدبي علمي علمي متأدب طويل قصير إلى آخره بتشترك في مجموعة من السمات هي أول حاجة وضوح الأسلوب أسلوب لازم يبقى واضح لأن أنا بخاطب بكتب في مجلة أو بكتب في صحيفة فلازم يبقى لفظ واضح بعيد عن الألفاظ الغريبة الصعبة اللي لا تفهم إلا بالرجوع للمعجم وبعيد أيضا عن العامية المبتذلة يعني ما استخدمش الألفاظ عامية مبتذلة ولكن أسلوب وسط وسهل اتنين قوة الأسلوب يخلو من تنافر الحروف وغرابة الألفاظ إلى آخره الحشو والتطويل وأننا نجيب جمل ملهش محل في السياق إلى آخره لازم المقال ينقح ويخلو من هذه الأمور تلاتة جمال الأسلوب وجمال الأسلوب بيكون باختيار أننا باختار ألفاظ ملائمة للمعنى توحي بما أريد أن أقوله وصور جميلة ومحسنات بديعية غير متكلفة يعني يتطلبها سياق المقال بعد كده هو أذكر الخصائص العامة للمقال الخصائص العامة للمقال كل المقالات بتشترك في هذه المجموعة من الخصائص سواء كان المقال القصير المقال الطويل حتى لما أسم المقال من حاشه المضمون إلى علمه وأدبه وعلمه متأدد خصائص هذه تبقى موجودة في جميع هذه المقالات مثلا أول حاجة لازم التكوين الفني يعني عن طريق ترابط الأفكار وانسجامها اتنين الإقناع وعن طريق سلامة الأفكار تلاتة الإمتاع يعني أنا لازم أقنع المتلقي وفي نفس الوقت يستمتع أو يتمتع بالفكرة اللي أنا أطرحها عليه أربعة القصر لأن مقال بينشر في مجلة أو بينشر في صحيفة فمش كتاب فبالتالي لا يتجاوز بضع صفحات فإذا طالت أكثر من ذلك صار بحثا هنخرج من إطار المقال إلى إطار نوع تاني من أنواع نسر اللي هو البحث النثرية المقال لازم يبقى نثري يعني لا يكتب المقال شعر لأن المقال فن من فنون النثر أربعة أخستة الذاتية يعني بتظهر في المقال الذاتية الأديب فكرته إحساسه وجوده مش بينقل لا بيعبر عن فكرة يريدها تنوع أسلوبه وبيتنوع الأسلوب تبعا لتنوع شخصية الكاتب وتنوع الموضوع وتنوع وسيلة النشر أنا عندي السبع نقاط أقول لهم تاني تكوين الفني الإقناع الإمتاع القصر النثرية الزاتية تنوع أسلوب المقال وهي دي الخصائص العامة للمقال يعني ممكن يقول لي أذكر إثنتين من الخصائص العامة للمقال ثلاثة خصائص مثلا إلى آخرهم وثلاثة خصائص من الخصائص العامة للمقال فبقى أعرفهم على الأقل أعرف الإيه اللي هم متلونين بالله المختلف دول التكوين الفني الإقناع الإمتاع القصر النثرية الزاتية تنوع الأسلوب لأنه ممكن يسأل يقول لي أذكر اثنين أذكر ثلاثة ممكن يجبهم لي يقول لي أكمل يعني نوعية السؤال ممكن تختلف على حسب الممتح بعد كده هو حننتقل يعني كده عشرنا إلى أهم النقاط اللي موجودة في فن المقال هذه بعد كده حنتقل إلى المدارس الشعرية وأنا قلت أن أنا عندي ثلاث مدارس شعرية حتعرض لها في العصر العديث عندي مدرسة الإحياء والبعث وعندي المدرسة الرومانسية وعندي المدرسة الواقعية أو المدرسة الجديدة ومدرسة الإحياء والبعث وكل مدرسة من هذه المدارس إحنا أخذنا لها نص معبر عن فكرتها ومعبر عن خصائصها أو أهم الخصائص الظاهرة فيها أول مدرسة عندي بتظهر عندي اللي هي مدرسة الإحياء والبعث مدرسة الإحياء والبعث السؤال عندي بيقول يعد النقاط البارودي رائدا لمدرسة الإحياء والبعث ناقش ذلك يعد النقاد البارودي رائدا لمدرسة الإحياء والبعث الأديب محمود سامي البارودي أحد الشعراء العظام في تاريخ الشعر العربي هذا الرجل كان له دور لا ينكر في نهضة الشعر العربي في العصر الحديث وخطى به خطوات على طريق التطوير وجاء من بعده مجموعة من الشعراء العظام كما سنرى على رأسهم شوقي وحافظ وإلى غير ذلك واسمعيل صبري وأحمد مؤرم إلى غير ذلك من الشعراء العظام اللي خطوا بمدرسة الإحياء والبعث بل خطوا بالشعر نفسه خطوات رائعة في طريق التطوير فالبارودي بيعد رائد لهذه المدرسة السؤال بيقول يعد البارودي رائدا لمدرسة الإحياء والبعث ناقص ذلك نشوف الإجابة مدرسة الإحياء والبعث هي مدرسة استمدت من القديم قوته وأصالته ومن الحديث حيويته وشبابه هي مدرسة وقفت نظرت إلى الأدب في القديم عصر البطوري وعصر المتنبي وعصر أبو تمام وعصر أبو فراس وأبو نواس وغيرهم من الشعراء العظام في تاريخ الشعر العربي كان لهم صلة بهم وكانت لهم قراءة عميقة في هذه العصور ولهؤلاء الشعراء ثم ارتبطوا بعصرهم فمزجوا بين القديم والحديث وبيعد البرود رائدة لهذه المدرسة للأسباب الآتي واحد لأنه احتفى باهتم يعني بالاسلوب والصياغة القديمة اثنين الالتزام بالوحدة الوزن والقافية وزن واحد قافية واحدة لكل القصيدة تمثل في كثير من موضوعاته ومعانيه تمثل يعني نظر وقرأ وتدبر وكان دايما أمام عينيه معاني دواوين الشعراء القدامى مع عناية فائقة بنقاء الاسلوب ورغوعته ودقته وابتعاده عن البديع المتكلف دي الخطوات اللي خدها محمود سامي البرودي لكي يخطو بالشعر تلك الخطوات الرائعة التي جاء من بعده لكي يبني عليها شوف السؤال اللي بعد كده ممكن يكون ايه اكمل من تلاميذ البرودي نقط ونقط 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 البرودي فيه شعراء يعني التزموا منهجه وخطوا بالشعر خطوات أخر من هم عندنا أحمد شوقي وعندنا حافظ إبراهيم وإسماعيل صبري وأحمد محرم زي ما هنشوف كده عندنا الأسماء أحمد شوقي حافظ إبراهيم علي الجارم علي الجارم احنا عندنا نص ليه اللي هو نص جيش مصر وأحمد محرم هؤلاء أظهر أو أشعر تلاميذ البرودي السؤال اللي بعد كده هو بيقول من خصائص الإحياء مدرسة الإحياء والبعث الجمع بين مدرسة الإحياء والبعث جمعت بين حاجتين ايه هما؟ بين التقليد والتجديد بين التقليد والتجديد التقليد لأنه احنا اتفقنا أنهم ايه كانوا ينظرون دائما إلى الشعراء القدامى ويعني يتمثلون شعرهم ويفهمونهم والتجديد أنهم كانوا يربطون ذلك بعصرهم ويعالجون موضوعات هذا العصر فربطوا أو قلدوا وجددوا في ناس الوقت السؤال اللي بعد كده هو من مآخذ النقاد على مدرسة الإحياء والبعث نقاط ونقاط النقاد اللي جم بعد كده بقى اللي هي المدرسة الرومانسية والمدرسة الواقعية وكذا كان لهم بعض النقدات أو بعض الوقفات أمام مدرسة الإحياء والبعث أخذوها عليه من هذه النقدات أو من هذه المآقذ هاي قدامنا الشعر قالوا أن الشعر عندهم تقليد لا روح فيه يعني هما بيقلدوا القدماء وما بيخلطوش الشعر بذاتياتهم اتنين القصيدة مفككة مفتقدة للوحدة لأنهم المدرسة الإحياء والبعث كان عندها فكرة البيت ووحدة القصيدة يعني هما زي القدماء بالضبط هنا أن القصيدة كان من الممكن أن يتناول فيها أكثر من غرض وأن يتناول فيها أكثر من موضوع فجم المحدثين قالوا لا إحنا إيه دا ما أخذ بنأخذه عليكم أن أنتم بتقلدوا وزادكم غير واضحة في القصيدة اتنين إن القصيدة مفككة ممكن تتناول أكثر من موضوع وممكن تتناول أكثر من غرض من أغراض الشعر يبقى مآخذ المحدثين أو النقاد المحدثين أو المدارس اللي جات بعد كده على مدرس الإحياء والبعث قالوا القصيدة عندهم لا روح فيها مجرد عبارة عن تقليد عند اتنين القصيدة مفككة تفتقد إلى وحدة الموضوع شوف السؤال بعد كده جدد أمير الشعراء أحمد شوقي في شعر هذه المدرسة أحمد شوقي أمير الشعراء شاعر عظيم وشاعر يعني له مكانته العظمى في تاريخ الشعر العربي قديما وحديثا هذا الشاعر العظيم أمير الشعراء كان له بعض التجديد أو بعض القطوات التي خطى فيها بمدرسة الإحياء والبعث إلى الأمان زي أحمد شوقي جمع بين الثقافتين العربية والأوروبية أحمد شوقي طبعا كان عنده اتصال عظيم جدا بالثقافة العربية القديمة وفي نفس الوقت اتصال عظيم بالثقافة الأوروبية لأنه زعب إلى فرنسا ودرس قعد خمس سنوات في فرنسا يدرس وكان يجيد اللغة الفرنسية فاطلع على الأداب الأوروبية في لغتها الأصلية ده مكن أحمد شوقي أنه يكون رائد لما يعرف بالكلاسيكية الجديدة وإحنا هنعرف أن أحمد شوقي كمان هناخد دلوقتي نقاط عنه أنه هو بيعتبر رائد للمسرحية الشعرية يعني أحمد شوقي هو أول شاعر يدخل المسرحية الشعرية إلى الشاعر العربي وهو رفع لما ذهب إلى فرنسا واتطلع عليها في الأداب الفرنسية فجاء إلى الشعر العربي وقدم مجموعة من المسرحيات الشعرية التي جاء من بعدها عدد من الشعراء زي عزيز أبازة وزي فرق جويدة وغير ذلك من هؤلاء الشعراء اللي قدموا مسرحيات شعرية جيدة مقتدينة في ذلك بأحمد شوقي أذكر مظاهر التقليد والتجديد في مدرسة الإحياء والبعث نشوف مظاهر التقليد والتجديد عندهم إيه؟ مظاهر التقليد هم ألدوا فين؟ عدة نقاط أول حاجة مجارات فحول الشعراء القدامى في قصائدهم وإحنا أشرنا لكده أن هم دايما كانوا بيتمثلوا الشعراء القدامى ويتمثلوا ألفظهم ومعانيهم وأساليبهم وخيالاتهم المحافظة على وحدة الوزن والقافية تعدد الأغراض في القصيدة قيام القصيدة على وحدة البيت في بناء القصيدة متابعة القدماء في الموضوعات ومخاطبة الصاحبين دي كلها مجموعة من الأمور كان مدرسة الإحياء والبعث بتقلد القدماء فيهم طيب إحنا قلنا أنهم قاموا على التقليد والتجديد طيب ده التقليد ما مظاهر التجديد عندهم مظاهر التجديد عندهم التعبير عن التجارب والحاسيس والعواطف الذاتية تصوير قضايا المجتمع ومعالجة مشاكله والدفاع عنه ووضع عنوان للقصيدة وده لم يكن موجودا عند القدماء طيب بعد كده هو هنتقل إلى جزئية أخرى عند في الأدب هنا الكلام هيكون عن المدرسة الرومانتيكية أو احنا بنسميها المدرسة الرومانسية اللي هي المدرسة الثانية اللي جاءت بعد مدرسة الإحياء والبعث المدرسة دي ظهرت أصلا في أوروبا السؤال عندي بيقول تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي ظهرت المدرسة الرومانتيكية في أواخر القرن السابع عشر ولا الثامن عشر ولا التاسع عشر الإجابة في أواخر القرن الثامن عشر ظهرت طبعا في أوروبا هنعرف أنها ظهرت في بعض الدول الأوروبية تحديدا انتقلت المدرسة الرومانسية أول ما ظهرت ظهرت في ألمانيا ثم انتقلت إلى فرنسا وإنجلترا ولا إنجلترا وأسبانيا ولا فرنسا وأسبانيا انتقلت إلى فرنسا وإنجلترا بعد ذلك يبقى أول ما ظهرت ظهرت في ألمانيا ثم انتقلت إلى فرنسا وإنجلترا ثم انتقلب بعد ذلك إلى الوطن العربي عن طريق إذا ما قلنا مجموعة من الأدباء ومجموعة من الشعراء الذين إما ذهبوا إلى أوروبا فرنسا وانجلترا وكذا ودرسوا هناك أو كانوا يجيدون اللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإنجليزية سؤالي بعد كده بيقول رائد الاتجاه الرومانسي في العالم العربي هو جبران خليل جبران ولا إبراهيم ناجي ولا خليل مطران الإجابة رائد الاتجاه الرومانسي في العالم العربي خليل مطران وهندرس له نص اللي هو نص المساء بيعتبر هو أول واحد يعني يظهر أو يدخل الرومانسية في الشعر في العصر الحديث بعد كده هو ما مظاهر تطور القصيدة على يد خليل مطران ما مظاهر تطور القصيدة على يد خليل مطران واحد التعبير عن الذات والعاطفة والتجربة الشعورية الصادقة أصبحت القصيدة تجربة شعورية تجمع بين مشاعر قائلها وبين المستمعين إليها أو قارئها يعني كان بيعمل مزج بين مشاعره ومشاعر المستمعين القصيدة كل متماسك أنا أفكر حضراتكم أن من ضمن المآخذ التي أخذت على مدرسة الإعياء والبعث أن القصيدة عندهم مفككة بتتناول أكثر من موضوع لا هنا في مدرسة الرومانسية كلهم تقريبا حتى لما هنقسم المدرسة الرومانسية إلى ديوان وأبوله ومدرسة المهاجر هنجل أن كلهم متفقين تقريبا في مجموعة من الأمور منها أن القصيدة كلها بتناقش موضوع واحد اللي هما بيعرفوه بعد كده أو بيكلموا عنه ويقولوا عليه الوحدة العضوية ووحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي أربعة الانفعال بالطبيعة كل الرومانسيين ينفعلون بالطبيعة سيطارة روح الحزن والكآبة والتشاوم هنلاحظ أن الصفة دي موجودة برضو عند جميع الرومانسيين لاهتمام بالخيال لارتباب بوحدة القوافية والأوزان التقليدية مع إدخال بعض التجديد يعني لأن خليل مطران كان يعني بيبدأ في التجديد فهو لم يتخلى كليا عن وحدة الوزن والقوافية أو عن الأوزان التقليدية والقوافية التقليدية وإن كان أدخل بعض التجديدات عليها وده هنشوف أن احنا في المدارس التي تتفرع بعد ذلك عن خليل مطران وعن الرومانسية هيحصل عندهم تطوير في مسألة الوزن والقوافية حتى أن بعض المدارس ما بتلتزمش بوحدة الوزن والقوافية بتلتزم بالوزن عنده وزن بالشكل التقليدي للوزن ولكن ممكن يستخدم في القصيدة أكثر من بحري شعري وممكن يستخدم في القصيدة أكثر من قوافية دفعا للملالة كما سنرى طيب هننتقل بعد كده إلى قلنا حضراتكم أن أنا حيتفرع عندي من المدرسة ده هي ثلاث مدارس مدرسة الديوان ومدرسة أبولو ومدرسة المهاجر أول مدرسة عندي مدرسة الديوان وحنأخذ نص ليها لعبد الرحمن شكري مدرسة الديوان أول سؤال عندي من رواد مدرسة الديوان ومس سمات المشتركة بينهم من رواد مدرسة الديوان وإيه سمات المشتركة بينهم رواد مدرسة الديوان ثلاثة هما عبد الرحمن شكري إبراهيم عبد القادر المزني عباس محمود العقال دول رواد هذه المدرسة واتسمت المدرسة بهذا الاسم اسم الديوان ليه برضو ممكن يسألني ليه أقوله والله لأنه هما أصدروا رأيهم في النقد الأدبي وفي الشاعر وكذا وأخرجوا في كتاب سموه الديوان سموا الكتاب الديوان عشان كده سميت المدرسة بعد ذلك باسم مدرسة الديوان ما السمات المشتركة بينهم يشتركون جميعا في التأثر بالرومانتيكية عند مطران يعني هما كلهم اتأثروا بمطران واتأثروا بالشعر الرومانسي الإنجليزي بعضهم سافر إلى إنجلترا زي عبد الرحمن شكري وبعضهم زي العقاد والمزني كانوا يجيدون اللغة الإنجليزية إجادة تم وبالتالي كان تأثرهم بالشعر الرومانسي الإنجليزي مهم وكبير جدا ما الخصائص الفنية للشعر عند مدرسة الديوان؟ مجموعة من الخصائص هتلاحظوا أن المدارس كلها تقريبا مدارس رومانسية بينها شبه ولكن كل مدرسة بتتميز عن الأخرى بنقطة أو بإيه؟ باتنين عندي مثلا بقول رفض القديم مش رفض القديم طبعا على إطلاقه ولكن هما كانوا عندهم ثقافة عالية جدا ومعرفة دقيقة جدا بالشعر العربي القديم ولكن هما كانوا يعني يودون أن يظهروا زواتين في شعرين اتنين تقيان الجانب العقلي على الجانب العاطفي ودي نقطة بتميز مدرسة الديوان عن غيرها حتى من المدارس الرومانسية يعني مدرسة أبولو أو مدرسة المهاجد النقطة دي بتميز أنا قلت في الإيه؟ قلت إن هما بيتفقوا في أصول عامة ولكن بعض كل مدرسة بتتميز عن المدرسة الأخرى بإيه؟ نقطة أو نقطتين يعني من ضمن النقاط اللي بتتميز بها مدرسة الديوان طغيان الجانب العقلي على الجانب العاطفي البعد عن شعر المناسبات ودي نقطة هما اتهموا بها مدرسة الإحياء والبعث العناية التامة بالوحدة العضوية قلت الوحدة العضوية يعني وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي العناية بالخيال الهيان بالطبيعة عدم الالتزام بالقافية الموحدة هيبتدوا تطوره هما هنا عن إيه؟ عن خليل مطران أنا قلت مطران التزام بالقافية وبالأوزان التقليدية وبالوزن مع إدخال بعض التجددات هنا هيحصل بقى تطوير هما لم يلتزموا بالقافية الموحدة عن القصيدة عندهم ممكن يبقى لها أكثر من إيه؟ من قافية التطلع إلى الكمال والموثل العليا ظهور مسحة الحزن التي وصلت إلى درجة التشاؤم استحداث موضوعات جديدة مثل رسائل مازيني لنفسه يبقى دي أهم الخصائص للشعر عند مدرسة الدوان ننتقل بعد كده إلى مدرسة أبولو ودي المدرسة الثانية المتفرعة عن مدرسة الرومانسية ما العوامل التي ساعدت في نشأة هذه المدرسة؟ هنقول العوامل التي ساعدت في نشأة هذه المدرسة احتدام الخلاف بين مدرستي الدوان والإحياء والبعث مدرسة الدوان أسبق في الظهور من مدرسة أبولو أو من جماعة أبولو أسبق في الظهور من جماعة أبولو وبالتالي هم كانوا محتكين احتكاك مباشر بشعراء كبار من شعراء المدرسة الأحياء والبعث زي أحمد شوقي عصره طبعا أحمد شوقي وعصره وحصل سجال وهجموا هذه المدرسة فحصل خلاف شديد جدا بين مدرستي الدوان ومدرسة الأحياء والبعث الخلاف الحاصل دي أول خلافه هو خلاف بين الدوان ككتلة مع بعضها وبين مدرسة الإحياء والبعث هندخل جوه مدرسة الدوان نفسها هنجد أن حصل خلاف بين رواد أو مؤسسي مدرسة الدوان حصل خلاف بين عبد الرحمن شكري وبين المازني حصل خلاف بينهم والعقاد انضم إلى المازني في هذا الخلاف انقسموا إلى جبهتين وده أدى إلى أن عبد الرحمن شكري اعتزل الشعر وبعد إصدار دوانه السابع اعتزل الشعر وأدى إلى أن المازني بعد مرحلة ترك كتابة الشعر وانتقل إلى كتابة الرواية أو القصة ولم يتبقى من المدرسة يعني يكتب الشعر إلا الأستاذ عباس محمود العقاد وإن كان حصل تطوير عنده بعد كده أن الشعر انتقل إلى المرتبة الثانية من كتاباته لأنه تم بكتاباته في الإسلاميات وفي الأدب وفي النقد وفي التاريخ وفي الترجمات لأنه كان متنوع النشاط الثقافي فانتقل الشعر إلى مرحلة ثانية من اهتمامات الأستاذ العقاد تلاتة التأثر بمذهب مطران ومدرسة المهاجر فده تلات أسباب دول ساعدوا على نشأة مدرسة أبولو بعد كده من أهم رواد المدرسة؟ أنا عايز حضرتك دايماً كل مدرسة من المدارس سواء في الشعر أو في النث تدرس أو تعرف روادها لأن يعني من الممكن جداً أنها تكون محل لسؤال ولذلك بتلاحظ دايماً أنه عنده كل مدرسة باجة أسأل عنها بسأل عن إيه أهم رواد هذه المدرسة من أهم رواد مدرسة ديوان؟ أهم رواد مدرسة ديوان أحمد زكي أبو شادي إبراهيم ناجي هنخذ له نص هندرسه يعني هنراجع عليه من ضمن النصوص الموجودة عندنا أبو القاسم الشابي وعلي محمود طه ومحمود حسن إسماعيل ودول أهم رواد المدرسة طبعاً أنا دي بقول دايماً أهم لأن فيه ناس تانية فيه شعراء تانيين ولكن دول أظهر الأسماء اللي نقدر نقول إنهم رادوا هذه المدرسة وأسسوا لها ما الخصائص الفنية للشعر عند مدرسة أبولو؟ الإجابة الميل إلى التجديد عن طريق عدم التزام بالقافية المؤحدة ودي الإناء عند الديوان تقسيم القصيدة إلى مقطوعات يعني إيه تقسيم القصيدة إلى مقطوعات يعني القصيدة بتبع عبارة عن م�적موعة من المقطوعات عدة أبيات شعرية تليها عدة أبيات شعرية تليها عدة أبيات شعرية وممكن هذه الأبيات الأولى لها وزن ولها قافية والأبيات التي تليها لها وزن مختلف ولها قافية مختلفة وهكذا ثلاثة الوحدة العضوية وإنكار وحدة البيت وده متفقه رومانسيين جميعا التجربة الزاتية أن الشعر يكون خاض التجربة ويعبر عنها ويتأثر بها ثم يخرجها وينتجها شعرا الهروب من الواقع المؤلم إلى عالم الخيال والجمال والمسل العليا استخدام اللغة استخداما جديدة في دلالات الألفاظ والصور سهولة الألفاظ عشق الطبيعة ومسجها بالنفس البشرية التشخيص والتجديد والبعدة عن المناسبات واللاحظ أن في أكتر من نقطة في تشابه كبير بينهم وبين مدرسة الديوان لأنهم جميعا تفرعوا من المدرسة الرومانسية هنيجي بعد كده للمدرسة التالتة اللي تفرعت عن هذه المدارس اللي هي اسمها مدرسة المهاجر مدرسة المهاجر أو المهجر دول مجموعة من الشعراء وهجروا من بلاد الشام تحديدا من لبنان وسوريا وانتقلوا إلى الأمريكتين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستقردوا هناك وكان عندهم ارتباط بشكل ما وحيانا بشكل كبير بوطنهم وشوق كبير جدا لوطنهم وهذا الشوق هيظهر في أشعرهم كثيرا جدا يبقى أنا عندي مدرسة المهاجر أول سؤال عندي ما المقصود بأدب المهاجر أو ما المقصود بأدب مدرسة المهاجر الإجابة يقصب بها الإنتاج الأدبي للشعراء الذين هاجروا من بلاد الشام وبخاصة اللبنان إلى بلاد المهاجر وقلنا اللي هي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية طيب سؤال بعد كده ما الأسباب التي دفعت شعراء مدرسة المهاجر إلى الهجرة أسباب مختلفة ومتنوعة منها الاضطهاد السياسي كانوا بيتعرضوا أحيانا لبعض الاضطهاد الصراع المذهبي والديني الفقر والتطلع للحرية والكاس دول تلات أسباب ممكن كانوا متجمعين عند حد أو متفرقين ولكن في عمومهم كانوا الأسباب التي أدت إلى أن شعراء مدرسة المهاجر يخرجوا من بلادهم ويذهبوا إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية طيب لما راحوا هناك أنا قلت أن في مجموعة استقرت في أمريكا الشمالية ومجموعة استقرت في أمريكا الجنوبية المجموعة التي استقرت في أمريكا الشمالية شكلت مدرسة أدبية ويه المجموعة التي استقرت في أمريكا الجنوبية شكلت مدرسة أدبية السؤال هنا تكون من السعارة المهاجرين مدرستان أدبيتان ما هما واحد الرابطة القلمية الرابطة القلمية ودي تكونت في نيويورك بأمريكا الشمالية عام 1920 الرابطة القلمية تكونت في نيويورك بأمريكا الشمالية سنة 1920 اتنين العصبة الأندلسية ودي تكونت في البرازيل بأمريكا الجنوبية سنة 1933 وانا عندي مدرستين أهم أو عندي جماعتين أدبيتين واحدة في أمريكا الشمالية واحدة في أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية تحت عنوان الرابطة القلمية وأمريكا الجنوبية تحت عنوان العصبة الأندلسية نشوف السؤال بعد كده من رائد جماعة الرابطة القلمية ومن فيلسوفها ومن أمير شعرائها وما أهم سماتها رائد جماعة الرابطة القلمية الشاعر جبران خليل جبران أمير شعرائها إلي أبو ماضي فيلسوفها ميخايل نعيمة هذه الجماعة مالت إلى التجديد هذا التجديد وصل بهم أحيانا إلى المغالاة والثورة على الشعر التقليدي القديم والابتعاد عن الثقافة العربية الأصيلة يعني هم يثورون أو هم يجددون ويثورون على الشعر التقليدي غالوا في ذلك وزادوا في ذلك زيادة ابتعدت بهم في بعض الأحيان عن الثقافة العربية الأصيلة ده بالنسبة للرابطة القلمية طيب إحنا قلنا أن في مدرسة تانية أو في جماعة تانية تشكلت في أمريكا الجنوبية من أهم شعراء جماعة العصبة الأندلسية وأين تكونت وما أهم خصائص هذه الجماعة أهم شعرائها رشيد خوري وحليم خوري طيب أين تكونت؟ إحنا عارفين أنها تكونت في أمريكا الجنوبية تحديدا في البرازيل إمتى سنة 1933 أهم خصائص هذه المدرسة مالت هذه الجماعة إلى المحافظة يعني إحنا قلنا في مدرسة في الرابطة القلمية أنهم مالوا إلى الثورة وإلى التجديد والثورة على الشعر التقليدي الذي أدى بهم في بعض الأحيان إلى الابتعاد عن الشعر الأصيل أو عن الثقافة العربية دول في أمريكا الجنوبية حتى الاسم نفسه العصبة الأندلسية بيؤدي أو بيشير إلى أن الجماعة بتميل إلى المحافظة وعقد الصلة بين القديم والجديد في الشعر يبقى مالة هذه الجماعة إلى المحافظة وإلى عقد الصلة بين القديم والجديد في الشعر طيب شوف بعد كده ما العوامل حنروح بقى للعوامل التي تأثر بها شعراء المهجر جميعا إيه هي؟ تأثروا بالحرية التي عاشوا فيها في بلاد المهجر إحنا قلنا أنه من ضمن الأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة البحث عن الحرية والكسب المادي فهم تأثروا بالحرية التي عاشوا فيها وظهر أثر ذلك في شعرهم اتنين تأثروا بالثقافة الأجنبية للبلاد التي عاشوا فيها واستقروا فيها وده بالإضافة طبعا إلى ثقافتهم العربية الأصيلة ثلاثة كان عندهم حنين إلى الوطن مع تمسكهم بالقومية العربية ولها يظهر في النص اللي احنا هندرسه أو أدرسناه السنالة اللي هي أبو ماضي كان في حنين شديد جدا إلى وطنه وصفة الحنين إلى الوطن كانت بتظهر عند كثير من شعرائهم هم لم يتخلوا عن وطنهم بالكلية بل على العكس ظهر لديهم حنين جارف لهذا الوطن تقريبا لدى جميع هؤلاء الشعراء وتعتبر سمى من السمات التي يعني يتصفون بها جميعهم بعد كده ماسمات شعر المهجر من حيث المضمون هنشوف النزعة الإنسانية والنظرة الواسعة للمجتمع البشر هم لما راحوا وعاشوا في مجتمعات غير مجتمعات الأصلية ده وسع الأفق عندهم وخلى نزعتهم أو لهم لديهم ميل إلى الإنسانية في عمومها وغرس روح التسامح وكراهية التعصب لان احنا قلنا ان من ضمن الأسباب اللي هي جعلتهم يخرجوا من أوطنهم التعصب المذهبي اتنين الحنين والتشوق إلى الوطن والإحساس بالاقتراب وأشرنا إلى هذه النقطة الانتزاق بالطبيعة وتشخصها ودي صفة عامة موجودة عند شعراء الرومانسيين جميعا السماحة الدينية أربعة استبطان النفس الإنسانية يعني كانوا يتحدثوا كثيرا جدا عن النفس الإنسانية وعن صفاتها النزعة الروحية ونعني بها هنا عمق التأمل في أسرار الحياة ولكون عندهم نزعة فلسفية روحية دائما بيتأملوا دائما في أسرار الحياة وفي الكون مشاركة الوجدانية النزعة التشاؤمية ودي نزعة زي ما قلنا برضو موجودة عند تقريبا عند كل الرومانسيين بتزيد شوية عند بعض المدارس بتقل عند بعض المدارس ولكن هي صفة موجودة عندهم جميعين تسعة ميلهم إلى الرمز بيميلوا إلى اتخاذ الرمز لكي يعبروا من خلاله عن أفكارهم دي سمات شعر يعني أنت حضرك لما بتدرس أي قصيدة من قصائد شعراء مدرسة المهجر أو المهاجر بتلاقي أن الأفكار دي في عمومها أو السمات دي في عمومها بتظهر بنسب طبعا عند هؤلاء الشعراء ولكن بتلاقيها موجودة بصفة دايما بعد كده ما سمات الشعر عند شعراء المهجر من حيث شكل القصيدة يعني أنا اتكلمت عن المضمون مضمون اللي هو المعنى نفسه اللي هو الشعر بيقوله أو الفكرة أو العاطفة وكذا طيب شكل القصيدة عندهم كان إيه وضعه ما سمات الشعر عند الشعراء المهجر من حيث شكل القصيدة القصيدة قلنا عندهم تعبر عن تجربة شعورية يعيشها الشعر بفكري ووجداني اهتموا بالصور الشعرية التجديد في قالب القصيدة في شكل القصيدة جددوا في شكل إيه القصيدة ولم يلتزموا بالوزن التقليدي أو القافية الموحدة يعني جددوا في الشكل الوزن الشعري وما التزموش بالقافية الموحدة ممكن تلاقي القصيدة عندهم لها أكثر من فيها أكثر من قافية الميل إلى اللغة الحية والألفاظ الموحية يعني ما بكونتش بتلاقي في ألفاظهم غرابة بتجد أنك بتستطيع أنك تفهم شعرهم بسهولة والوضوح في الأساليب اتخاذ القصة كوسيلة للتعبير والتمسك بالوحدة العضوية اللي هي وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي المغالاة في التجديد ودي أشرنا إليها عند مدرسة أو عند جماعة الرابطة القلمية وقلنا أنهم غالوا في التجديد مغالاة يمكن بعدد بهم عن القصيدة العربية أو عن الثقافة العربية الأصيلة يبقى أن كده أشرنا إلى سمات شعر الشعر عند شعراء المهجر من حيث الممنون ومن حيث الشكل وده حيكون تمهيد لنا أن احنا ندخل يعني هو كده احنا نقص لنا مدرسة المفروض نشير إليها اللي هي المدرسة الواقعية أو المدرسة الجديدة ودي إن شاء الله حنشير إليها مع النص بتاحها لما ندرسه بإذن الله وهذه التقديمة في الأدب هتكان التقديمة لمراجعة على النصوص هنبتدي في المراجعة على النصوص وسؤال النصوص بيبقى دايماً زي ما حضرتكم عارفين ومتضربين على كده بيبقى سؤال إجباري وسؤال اختياري السؤال الإجباري بيبقى فيه النثر والسؤال الإختياري بيبقى فيه الشعر أنا عندي نصين نثر اللي هو نص احتلام المرأة ونص لك الولاء والانتمام والنصين دولي الممتحين هيجيب لك واحد منهم ويسألك فيهم وإحنا اتكلمنا عن الأدب المرتبط بيهم اللي انا اتكلمنا عن مدرسة المجددين وعن مدرسة المحافظين والنصين المقصود في اختيارهم إن واحد منهم يعبر عن مدرسة المحافظين اللي هو احتلام المرأة واحد منهم يعبر عن مدرسة المجددين اللي هو نص لك الولاء والانتمام يا مسر هنبتدي مع النص الأولاني اللي هو نص احترام المرأة عندي قطع هنا حقراءها مع حضرتكم ونبدأ نتكلم عنه بيقول نعم إن الرجال قوامون على النساء كما يقول الله تعالى في كتابه العزيز ولكن المرأة اماد الرجل وملاك أمره وسر حياته من صرخة الوضع إلى أنة الناس دي أول فقرة موجودة عندنا في النص الأسئلة طبعا أول سؤال بيسأل زي ما اتفقنا إنه هو حيسأل أسئلة هتتنوع ما بين إنه حيسأل على معاني المفردات يعني معنى مضاد جمع أو مفرد وبيسأل سؤال بيكون الهدف منه إنه يسألك عن مضمون القطعة أو النص في عموم بس غالبا بتبقى عن مضمون القطعة اللي موجودة أمامك وبيسأل سؤال في معاني في آسف في مظاهر الجمال في القطعة الموجودة أمامك وبيسأل سؤال أخير حول التعليق عن النص وده بيكون مثلا إيه عن ظاهرة أسلوبية موجودة عند الكاتب أو بيكون عن سمات الكاتب سمات شخصيته أو خصص شخصيته على ما سنرى فالسؤال عندي هنا جيقول ما معنى ملاك ومفرط قوامون وجمع عماد ممكن يجيب لك اختيار متعدد وممكن يجيب لك السؤال زي ما نجيبه كدا هو ويطلب منك إنك تجيب معنى ملاك يعني خلاصة معنى ملاك ملاك الأمر يعني خلاصة الأمر ومفرط قوامون قوام مفرط قوامون قوام السؤال التالي جمع عماد أعمدة او عمد جامع عماد اعمدة او عمد طيب السؤال اللي بعد كده دور المرأة في حياة الرجل لا ينكر وضح ذلك هو هنا سؤال عن مضمون القطعة اللي موجودة قدامك وممكن تستعين من خلال في الاجابة بفهمك العامل الايه للنص فالاجابة هنقول ان الكاتب هنا ان الكاتب هنا يود ان يعبر في هذا النص على التأكيد على ان المرأة شريك للرجل ودورها يكمل دوره فالمرأة هي الام والزوجة والابن والاخت ويرتبط دورها بالرجل من لحظة الميلاد الى لحظة الاحتضار والوفاة السؤال بعد كده ما الجمال فيه نعم ان الرجال قوامون الاجابة براعة استهلال من الكاتب الهدف منه ان يخرج الكاتب نفسه من جدل المقارنة اللي ممكن تحدث بين دور الرجل ودور المرأة ويلفت النظر الى ان طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة طبيعة تكاملية السؤال اللي بعد كده المرأة عماد الرجل ملاك امره سر حياته والاجابة دي مجموعة من التشبيهات اراد ان يشبه فيها ان المرأة هي الاساس بالنسبة للرجل وانها سر نجاحه من صرخة الوضع الى انت النزع دي كناه عن التواصل المستمر اللي دور المرأة وسر جمالة الاتيان بالمعنى مصقوبا بيه الدليل عندي سؤال هنا بقول ما سمات اسلوبه المنفلوطي رقة التعبيرات من العسنات البديعية عرض الافكار باسلوب جذاب استخدام الوان بيانية مبتكرة الميلي الى الاطناب لتوضيح الفكرة استخدام الاسلوب السهل الممتنع مع فصاعته فالالفاظ سهلة بسيطة مع عمق في المعنى وجزالة في التعبيرات وده السؤال الجزئية الرابعة من السؤال انا قلت ان السؤال حيبقى فيه الف مفردات باء سؤال عن مضمون القطع اللي موجودة قدامك او مضمون النص في عمومه بعد كده بيسأل عن مظاهر الجمال في القطع اللي موجودة قدامك بعد كده بيسأل سؤال عن التعليق على النص اللي هو بيوجود في نهاية كل نص وده بيبقى غالبا من عن ظاهرة ادبية موجودة عند الكاتب او سمات الاسلوب او خصائص الشخصية بكده بنكون عرضنا النهاردة او في هذه الحلقة الى ادب وعرضنا الى المقال وعرضنا الى بعض المدارس الادبية وبدأنا حديث عن المراجعة في النصوص على وعد ان شاء الله باستكمال مراجعة دروس النصوص في الحلقة القادمة ان شاء الله مع خالص الامنيات بالنجاح والتوفيق والتفوق وشكرا لكم